اشتركوا في القناة أستاذ أحمد أبو الفضل مدير الإدارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين هنتكلم معاه عن كل حاجة تخص الأوكازيون الصيفي وإزاي المواطن يحمي نفسه من الأوكازيون الوهمي لبعض التجار ربما يكونوا مستغلين البعض وأكد على كلمة البعض بيعملوا ومن خلاله ممكن يتم النصب على المواطنين أو ما شابه نعرف كل التفاصيل دي من الأستاذ أحمد أبو الفضل أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحرق فاندو جميعا أستاذ مشاهدين فاندو أهلا بحضرتك لنورني أستاذ أحمد ده نور حضرتك فاندو أغلب الناس بتستنى فترة الأوكازيون بالذات علشان تنزل تشتري كل الحاجات اللي محتاجينها بأسعار أقل ويمكن الاهتمام ذات بيه بشكل كبير جدا نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة اللي مش بس مصر بتعاني منها ولكن العالم كله علشان نطمن أستاذ المشاهدين محتاجين نعرف من حضرتك إيه أخبار الأوكازيون السنة دي بالنسبة للسعر وللجودة وإزاي بيتم التنصيق بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية يعني بداية كل عام وحضراتكم بخير وجمع أستاذ المشاهدين بخير وصح وسلامة يمكن قرار معلل الدكتور وزير العالم صالحي رقم 122 ساعة 20-23 الصادر بخصوص بدي فعاليات الأوكازيون الصيفي اعتبار من يوم لسنين 7-8 ولمدة شهر هذا القرار لم يأتي ولدة الصدفة ولكن جاء بالتعاون بيننا وبين اتحاد العام للغرف التجارية كان فيه تقريبا تنصيق تام وخطابات يومية واجتماعات إن احنا زي نختار اليوم دوت وإيه أسباب اختار هذا اليوم بالتحديد وبالفعل حاليك تم اختيارهم 7-8 لمدة شهر كمان اعتبار لكذا حاجة إن سادة تجار طبعا عشان يقدر يتخلص من مخزون الصيف بتاعه وفي نفس الوقت لما يبقى لمدة شهر هيبقى فيه استعداد دخول المدارس كمان فهيبقى برضو زي المدارس داخل من ضمن الملابس فهيبقى برضو إن شاء الله فيه تغفضات لأولاواء الأمور والمصنعات الجلدية برضو على فكرة باعتبار أن الشكين دولة بالذات بيهتم بهم أولاواء الأمور النسب الخاص متعته تتراوح من 20% لـ 50% ده السواد الأعظم يا فندم من نسب التغفضات لكن فيه نسبة أكتر من كده فيه فيه نسبة قليل من كده فيه ولكن دي بنسبة قليلة شوية من خلال برنامج حضركم محترم أنا برضو بأهيب السادة الموطنين وإن لما يلا نسبة عالية شوية ما يخافش يدخل ويشتري يعني أكتر من 70% عادي جدا لأن فيه بعض السادة التجاري فندم خلال السيزن بتاعهم بياخدوا شراع عالية جدا بنسبة عالية ويبقى هامش الربح بتاعهم عالي كويس فهو ما عندهش أدنى شك شوية أنه في خلال فترة التركيزيون يقلل هذه النسبة شوية أو الهامش الربح بتاعه بحيث أنه يقدر تخلص من المخزون الصيفي ويستقبل المخزون الخريف والشكل هل نقدر فندم نحصي عدد الشركات اللي مشتركة في الأكازيون السندي ولا ده عمر صعب؟ لا يا فندم تحت أمر حضرتك ولحد الوقت اللي أنا مع حضرتك فيه دلوقتي دخل 1700 محل متنوعين بقى كتاعة خاص في محلات طبعا بفروعها اه طبعا وتقريبا معظم الأنشاط التجارية داخلة ويمكن ده على فكرة متوافق مع توجهات معالي الدكتور عالي المسالحي الدكتور وزير عالي المسالحي اللي هو قال لا افتحوا المجال عشان تنشط حركة التجارية الداخلية لأن المتعارف أن الوكازيون سواء الصيف أو الشطفي بمعروض أساسي عشان المنسوجات ولكن هو قال لك لا افتح الباب على مصرحي بالنسبة لجمال الأنشاط التجارية فدخل عندها دلوقتي بقى مصنوعات جلدية فيه سجاد مموكات فيه جهزة كهربائية فيه ستار ومفرشات فيه أثاس كمان يعني الأثاسات دخلة جمعا من تنشط حركة التجارية وفي نفس الوقت هيعود بالإيجابية على السادة المستهلكية صحيح لما بنتكلم عن الأوكازيون سواء صيفي أو شطوي فإحنا بنتكلم عن سوابة استراتيجية بتقدمها الدولة علشان المواطن يعني تخفف من الأعباء اللي ممكن تقع على كاهلي لو جينا نخصص كلامنا عن وزارة التموين هل دورها بيكتفي أن يكون دور رقابي فقط ولا كمان بتقوم بدور توعوي بالنسبة للمواطن والأصحاب المحلات بالزبط يا فندم يعني يمكن إحنا قبل فتر باللوكازيون اللي هي قبل سبعة تمانية كان إحنا عندنا حملات مستمرة يوميا طوال أيام العام يعني وخاصة في المناسبات وما أكثر هذه المناسبات داخل جمعا نحن نكلم عن حملات رقابية يا فندم آه حملات رقابية مكثفة على فكرة ولكن بيتم تكثفها أكثر خلال الفترات اللي هي المناسبات ومنها اللوكازيون الصيفي والشطوي وما أكثر مناسبات في مصر بالزبط يعني كان قبل كده حراك فيه عيد الأطحى المبارك كل عام حراكم بخير قبلها عيد الفتر عيد الأخوة المسيحيين رأس السنة الإجرية وهكذا كل حاجة وجاي كمان المولد النبوي كل عام حراكم بخير فدي كلها مناسبات وزارة التموين بتقف دايما على قادمة نوصاك لبدء أنها تستعد استعداد جايج جدا لهذه المناسبات وتحسس المواطن بالأمن والاستقرار الاقتصادي دي جزئية الجزئية التانية أن تكسيف الحملات في خلال هذه المناسبة يبقى عالي جدا عندنا داخل دوان عام وزارة التموين والمديرات التابعة لها يعني ممكن وزارة التموين من الإدارات اللي هي أنا بسميها وزارة طوارئ دايما حملات مكسفة وحملات يومية يعني حدلاتي وكالزونسي في حملات عند صباحية ومسائية تمام الهدف منها مش الرقابة بس يا فندم على الأسواء ولكن الرقابة على الجودة بس يعني الجودة الأسعار والجودة إحنا زي ما حريك أشارتي إحنا دورنا مش رقابة فقط لكن هو دور التوعوي إحنا قبل فترة تلكزون مرنا على المحلات عرفناهم بالدور المنوت بي إنهم ما متعرضوش برضو لمخالفات وبالتبعية هتبقى فيها عقوبات مغلزة برضو كان فيه عندنا رشارات إرشادة توعوية بالنسبة لسادة المستهلكين منها على سبيل المثال إنك ما تشيريش دايما من أول محل لألف السوق والمحل اللي أنت تحس فيه بالأريحية والطمأنينة والمعاملة الجيدة والأسعار والأزواء المناسبة لحضرتك ادخلوا اشتري وأي حاجة هتتعرض لها مضايقات أو تعرض لغش لا اتصل بنا وإحنا تحتامل وأنا كنت أسأل حضرتك السؤال ده فاند ايه هي قنوات الشكوى الرسمية اللي المواطن يتواصل معها إذا شعر بالاستغلال من أحد التجار الذي يعني ربما يكون رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ويعني عارف يتهرب بشكل أو بآخر من الرقابة الصارمة اللي حضرتكو بتعملوها يتواصل معاكو إزاي فاند وسرعة ردوكو ودوركو بيكون إيه ساعتها أولا من خلال فيه خط السيخن تبع جهاز حماية المستالك اللي هو 19-588 19-588 ده جهاز حماية المستالك فيه عندي خط أرض داخل دي وانا عامة الوزارة اللي هي الإدارة المختصة فيه رقمها 27-9-4-2-6-8-3 27-9-4-2-6-8-3 26-8 أي رقم من الاتنين دولة بنؤكد على الأرقام علشان المشاهدين الحواستي يكتبوها ورنا لا تحتعمل 19-588-2-7-9-4-2-6-8-3 أي رقم من الاتنين دولة هيتم الاستجاب على طول وبنستنى لاش بقى حرارك لما المواطن هو يجي يشتكي لأ يعني بالتليفون بيجينا أقرب حملة لما كان المشكو في حقه بيتم توجيه الحملة ليه مباشرة يعني مثلا على سبيل المثال لو أنا عندي حملة في حلوان والشكوى جاء لي من المعادي بيتم توجيه الحملة اللي في حلوان للمعادي مباشرة وفيه شكوى كدير جدا احنا حقناها والمستهلك مازال موجود في داخل المحال هل بيتطلب الأمر فاتورة يا فندم؟ ده لازم لازم طبعا طب ما وفيه بعض المحالات يقولك فاتورة ايه يا سيد انت عشان اديتك كيس شيبسي هديك فاتورة يعني بعض المحالات هتعامل معهم ازاي دولة يا فندم؟ لا حق قانوني يا فندم من انت تاخذ فاتورة لازم وفاتورة مش اي فاتورة يعني كلمة مع الشكر ديت وبيانه وبتاعها ده مش فاتورة لكن فاتورة تكون فاتورة دربية لها مواصفات محددة بيكون فيها حرق سجل تجاري بتاعها دربية اسم المحال اللي عنوانه تقول فونه السلع اللي حرق خدتها بالمواصفات بتاعتها يعني مثلا سيئا انا خدت تي شيرتي مثلا تي شيرتي دوت لونه ابيض مقاس كذا رقم كذا كل حاجات دي مهمة جدا جميل جدا يا فندم طيب لو انا على سبيل المثال كنت ماشية في الشارع لقيت في محل عارض بلوزة حلوة جدا وعجبتني وشيك ولقيت عليها انها نازل عليها تخفيد كانت وليكن بألف وخمسمية بعد التخفيد بقت بألف جنيه وانا نقطة ضعف التخفيدات رحت جريت اشتريتها تمام كده بعد التحريات اللي عملتها لقيت ان اصلا سعر البلوزة ألف جنيه فانا كده اتعرضت لأوكازيون وهمي تخفيد وهمي قدمت شكوى وبالتالي حضراتكم بتتعاملوا بقى مع الشكوى اللي انا قدمتها او حضراتكم زي ما قلتوا ما بتستنوش ان انا اجي اقدم شكوى لو تمت تعامل بقى مع الشكوى بعد كده مع اصحاب المحلات ازاي انا كمواطن اعرف ان المنتج اللي انا رايحه اشتريه اتأكد من سعره قبل وبعد التخفيدات وايه هي كمان العقوبات اللي ممكن تنزل يعني على اصحاب المحلات طب انا هبتدي بجزء من حريك سؤال ساتك اصرطيه دلوقتي احنا من خلال رزينا السواء قبل فترة للكازيون لاحظنا ان فيه اثر مصرية بتنزل علشان تشوف العصار قبل للكازيون وبتدخل المحل هي بيروك لها بترتاح فيه نفسيا والزوء والالوان والموديلات اللي هي بتحتاجها وتتناسب مع زوءها ويتنقق القطع اللي هي عايزها وبتشوف طبعا السعر قبل للكازيون كان كام بحيث ان لما للكازيون بيبتدي بتدخل نفس المحل ونفس القطع اللي هي شافتها قبل كده وهنا بتقدر تعرف بقى هل السعر ده فعلا مناسب لها ولا لا وهل السعر ده فعلا وهمي ولا مش وهمي لكن احنا من خلال الرصد اللي احنا عملنا في الاسواق ادينا مؤشر جميل جدا ان فيه وعي استهلاكه والثقافي داخل جميع المستالكين ممتاز جدا يعني دلوقتي اصبحت المستالكين بيهتموا بالكيف ولاسب الكلم صحيح يمكن دوت كان مخالف شوالي العقود الماضية صحيح لكن احنا من عشرين سنة بالزبط قامل عشرين سنة بدأ الزوء المصري يختلف بدأت الثقافة تختلف للأجود وده حاجة احنا بنعددها يعني في البداية كان في فترة الاوكازيون سواء صيفي او شتوي بنلاقي الناس بتنزل تشتري علشان بغرض التخزين انها تخزم مثلا يجيب كتير من غير اصلا حاجات هو مش محتاجة لكن دلوقتي لهم بيهتموا بالكيف الجزء التاني بقى بتاع سؤال حضرتك حتة الغش والحاجات دي والاسعار الوهمية دي سهل او يمكن برضه بنوه ان وزارة التوميين ما بتتدخش في حاجتين بالنسبة الاوكازيون اول حاجة مدى رغبتك في الدخول من الاوكازيون من عدمه ده اختياري بمحضة اردتك الحاجة التانية النسبة الحركة بتحطها داخل الاوكازيون برضه بمحضة اردتك ورب رغبتك انت كتاجر او كصاحب الحركة كتاجر طبعا لان انت اضرب بشؤون التجارة بتاعتك ولكن طالما انت حطيت النسبة يجب ان تلتزم بها وتلتزم ببعض الشروط والمعايير اللي حطتها وزارة التوميين منها على سبيل المثال انك بتكون حطت سعرين على كل قطعة احدهم مشتوب عليه بتاع الشهر السابق والسعر الحال انت بتبيع بي الحاجة التانية يا فندم لازم يكون عندك فواتير بيع من شهر السابق ودي الهدف منها حاجتي اول حاجة بنتأكد ان البضاعة اللي موجودة في الاوكازيون فترة الاوكازيون هي هي نفس البضاعة وتخفضت فعلا اللي موجودة من شهر السابق المهمة جدا دي لان في بعض الاكوال متناصرة بيقولوا لا ده ما بيجيبوا بضاعة مخصوص للوكازيون بتكون رضيئة شوية وزي الاستوكات نصلا بالزبط يا فندم الكلام ده عاري تماما ما الصحة حاليا دلوقتي يمكن كان موجود في حقود قبل كده ولكن حاليا دلوقتي لا الحاجة التانية بنتأكد الناس بنتحدث هي نسبة حقيقة ما انا بشيك على فواتير البيع بتاعتك طب ملقيتش فواتير بيع بشيك بقى فواتير الشراء اللي حركت شريط بها البضاعة وكان هام الشريط حقا قديه قبل كده ودلوقتي بقى كام والسعر كان كام قبل كده والسعر دلوقتي كام فالعملية لا عملية محكوم طب لو لقينا تاجر مخالف وده السؤال اللي أصرته حضرتي طبعا بيتعرض لعقوبه وعقوبه مغلزة اول حاجة بتعمله محتر عقوبته يا فندم بتتراوح من خمسين الف جنيه لاثنين مليون جنيه عقوبه مغلزة طب لو مداش فطور فطور العقوب بتاعته بتتراوح من 30 ألف جنيه للمليون جنيه يعني فطورة كمان تعتبر مخالفة؟ طبعا يعني أي محل حتى لو محل صغير رفض يدي للمواطن فطورة فدي عقوبتها إذا المواطن أصر أنه يعمل محضر عقوبة عدم إعطاء المواطن فطورة من كم يا فندم من 30 ألف المليون جنيه للمليون جنيه طب يعني القانون بيكفل للمواطن محقه بشكل كبير جدا بس الدور عليك أنك تتحرك إذا قام أحد المستغلين باستغلالك طب يعني لو دخلنا محل مثلا ما لانش معلق على الأسعار بتاعته ده مخالف طب لو لانا محل مثلا هو معلق على الأسعار بتاعته كلها ولكن في قطعة أو جزء من المحل معلوش سعر في الحالة دي حريك إحنا بقى مش يغلق بروح القانون شوية بننبه عليه لو سمحت الجزء ده تحط عليه الأسعار طبعا ما محل بتاعه مش مخالف في أي حاجة دي روح القانون لكن بنعد عليه بقى كمان يومين 3 أو أسبوع بكتير قوي لو ما أناش نفس المكان ده أحاطت عليه السعى هنا بقى عطول بيتعمله محضر ويتم تحويله لو السيد ووكيل النائب العام طيب حضرتك بما أننا لسه في مرحلة الرقابة يعني وأنا حابب نستغل فرصة وجود حضرتك معنا هل في تعاون بينكو كوزارة تموين أو إدارة الرقابة داخل وزارة تموين وبين جهاز حماية المستهلك؟ طبعا مش جهاز بس حماية المستهلك ده فيه الإدارة العامة شورط التموين فيه تعاون مثمر كمان بيننا وبين وزارة الصحة وعن طريق السادة مفاتيش الأغذية على فكرة فيه حاملات إحنا بنزلها من عندنا بالاشتراك مع السادة مفاتيش الأغذية وفيه حاملات أخرى بنزلها بالاشتراك مع السادة مفاتيش legacy فريق متكامل أوه وبتبقى فيه حاملات مكبرة على فكرة بأن هذه الجهات الثلاث ولكن احنا برضو مع جهات أخرى مع وزارة الصحة ممثلة في مفاتيش الأغذية مع وزارة الزراعة ممثلة في الأطباء البيطاريين معنا كل دفند بيتفاق في حاملات مشاركة معهم دايما لضبط الأسواق طبعا وحماية السد المستهلكين جميل جدا يا فنم في سؤال خطر على بالي دلوقتي عايزة أسأل حضرتك عنه في ما يسمى بسوء المستعمل طبعا فيه يعني منلاقي فيه ملابس بقى ومنتجات كتير وأجهزة كهربائية والبعض بيلجأ إليه لضيق الحال حضراتكم بتشرفوا عليه ولا مين المسؤول عنه؟ احنا لنا الحق في الإشراف والركاب على جميع المحلات التجارية بدون استثناء طالما وخاصة إذا ما كان يحمل على سجل تجاري والمحل اللي ملوش سجل تجاري هو يعتبر محل غير رسمي يعني مش داخل دي من منظومة الاقتصاد الرسمي لجمهورة مصر العربية وبالتباعية بيتعرض برضو لعقوبة لأنه هو يعتبر اقتصاد موازي فإذا العملية لا يعني حميز بس منشاك على الأسعار والجودة لا وكيان المحل هل هو بيؤدي حق الدولة عليه ولا لا وطالما بيؤدي حق الدولة عليه فإذا برضا هو ليه على دينة حقوق تمام؟ صحيح يعني يمكن توجهات معالي الدكتورة وزيرين اللي لدينا قبل فترة الأوكازيون دايما بيقولك يسر على سالة تاجر دول التاجر اللي ما بيجي لك عشان يخد تصريح من المدرية ما يقفش قدامها ككتر من عشر دقائق ومش لازم التاجر نفسه هو اللي بييجي كمع عشان نشجع على استثمار بالضبط وطنشط حركة تجار الداخلية دي رؤية حقيقة جيدة جدا بالضبط فان دم زي محارك زكارة ومش لازم هو بنفسه ييجي ممكن مفاوض عنه بالضبط فان يعني مدير المحل عامل موجود في المحل بس معاه تفويد معاه توكيل أو تفويد ولازم طبعا يكون معاه السجر التجاري السجر التجاري ده نمر واحد عندنا عشان نتأكد ان هذا المحل داخل ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي منظومة الاقتصاد الرسمي يبقى الراجد عليه واجبات ولا حقوق صحيح حقوق احنا بنقدها له واجباته طبعا لازم اديها للدولة طبعا طيب حضرتك بصفتك مندير الإدارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين يندرج تحت إدارة حضرتك قسم مزادات نعم صحيح قسم مزادات يعني اللي عرفوا انه هو يعني عامل نجاح كبير جدا ومدخل تقريبا لخزانة الدولة في العام المالي عشرين اتنين وعشرين وعشرين تلاتة وعشرين حوالي مئة مليون جنيه بالضبط فهم احكينا بقى فندم عن هذا القسم الناجح هو كلمة مزاد لازم يقوده خبير مثمن خبير مثمن ده لازم يكون مقايدة عندي داخل سجلات وزارة التموين طب عشان يبقى خبير مثمن لا ده فيه شروط وشروط صعبة شوية يعني مش اي واحد يبقى خبير مثمن اول حاجة الخبير ده لازم يكون عنده الملكة والقدرة والوعي والدراية والدراسة كمان انه يقدر يقيم هذه القطعة في الوقت المناسب وبالسحر المناسب هم ناس كده يعني عنده ملكة وبيثقلوا هذه الملكة والموهبة بالدراسة والخبرة عشان كده جات كلمة خبراء مثمنين طيب الخبير من دمن الشروط عشان يتقايد عندي لازم يتدرب عندي خبير مثمن مقايد عندي برضو لمدة ثلاث سنين اذا كنت زي المحامين كده بالضبط تدريب وتدريب يعني يعمل نسب يحضر مزادات معينة يعني عشان نتأكد ان الراجل ده كتسب الخبرة عدد بمزادات معين يعني اه يعني احنا بنتأكد يعني طالما عشان يكتسب الخبرة من الشروط اه احنا طالما يقننا استقر علينا هذا الراجل اكتسب الخبرة فيبي يتم قايده ده ده جزء الجزء التاني حضرتك برضو لازم يكون عنده ثبات فعالي طيب احنا دي احنا حكمها ازاي بياخد ما عندنا جواب بيتوجه لمستشفى تبع الحكومة للامراض العصبية ونفسية بياخد على كشف وبناء على هذا الكشف والتقريب اللي بيجينا بيقدر نتذكر على هذا الراجل عنده توازن نفسي عنده ثبات فعالي لان الراجل ده حريك لك انت تخيل انه بيقود مزاد اقل حاجة الوقت اثنين مليون جنيه او ثلاثة مليون جنيه اقل مزاد فيه مزادات بتتعدل خمسين مليون جنيه وستين مليون جنيه فلا مزادات كبيرة جدا وبالتبعية النسبة اللي احنا بنتخيلها من هذه النسبة بتروح لخزانة الدولة اذا راجب ان يكون هذا الراجل عنده القدرة وعنده القوة والشجاعة انه يقود هذا المزاد واستجموع الناس اللي قاعدوا قدامه الحاجة التانية برضه لازم يكون محمود السيرة والسلوك صحيح طب دي انا الحقيقة منها ازاي عن طريق خطابات من ربعتها للسادة معمور الاقسام بنتأكل الراجل ده في مكان محيطه العائلي هالراجل ده بتمتع بالصمع الطيب ولا لا غير صحيفة الحالة الجنائية لان ممكن صحيفة الحالة الجنائية ما يكونش في اي عقوبات خالص ولكن هو سيء الصمع في المكان هي وظيفة لها شروط كثيرة منها النزاهة والاستقرار النفسي وغيرها ويمكن ده سبب من اسباب نجاحها طيب احنا وقتنا خلص عزم حضرتك نصائح اخيرة للمواطن اللي بيتنازل عن حقه وبيكبر دماغه زي ما بيقولوا كده بلغة الشارع المصري ويعني خلاص بقى غالية غالية اشتريها وخلاص حرك وجه الورسالة فندم والله يا فندم على قد ما انا قلت دلوقتي ان السادة المستهلكين اصبعهم وعى عندهم دلوقتي وعي ثقافه وشرائه جميل جدا الا ان في بعض السادة المستهلكين بيتنازل عن حقوقهم ده لا انا باعتبر ان المستهلك وده اللي احنا براحنا عليه داخل دينا عن مزارة التموين والمودارات التابعة لنا المستهلك هو خط الرقابة الاول في الاسواق مش احنا لا ده هو هو خط الرقابة الاول انا بتمنى ان هو ما يتنازلش عن حقه اي مشكلة قدامه يتوجه لنا او بالتلفون لازم يلف في الاسواق يشوف فيه هل حضرتك المحلة ده ياروك ليه ولا لأ الاسواق مناسبة ليه ولا لأ العسعار مناسبة ليه ولا لأ الفطورة الفطورة مهمة جدا جدا حتى في السياسة الاستبدال والاسترجاع ما انا مش قادر استبدال لك البضاعة القطعة بتاعتك الا اذا كان فيه فطورة تثبت لي ان انت خدت القطعة ده من المحلة ده صحيح لان اغلب المحلات فعلا بترفض سياسة الاسترجاع من غير ما يكونوا بيمتلكوا فطورة معينة بتاريخ محدد وعلى فكرة سياسة الاستبدال والاسترجاع متاحة لجميع السادة المواطنين طوال أيام العام لأنه فيه برضو ما يقول لك في خلال فترة تلوكوزين ما فيهش حاجة اسمها استبدال والاسترجاع طبعا ليش يا فندم سؤال أخير اللي بيرفض سياسة الاستبدال والاسترجاع من المحلات هل برضو بيتفرد عليه عقوبة؟ طبعا يا فندم مخيل فعلت تجارية بوزارة التموين شرفتنا ونورتنا وبنسكر حضرتك على وجودك معنا يا فندم الشرف لي يا فندم وشكرا موصول لحضرك جزيلا شكرا لحضرتك على كم المعلومات القيمة اللي حضرتك مادتنا بيها النهاردة شكرا جدا الله يخليك فانا شكرا جدا مشاهدين الكرام فقرتنا انتهت ولكن حلقتنا لسه مكملة الدورة الخمسة لمهرجات نواء للفنون المجتمعية هنعرف كل تفاصيلها ولكن بعد الفصل استنونا شكرا جدا